موسيقى موسيقى أهلاً وسهلاً بكل أستاذ المشاهدين اللي بيتابعونا على شاشة القناة الأولى والفضايا المصرية من التلفزيون المصري حالة جديدة النهاردة من برنامجنا الشهير أكلة أمي أكلة أمي النهاردة يوم المغازي يعني أكلة سمك ممكن تكون أكلة بيتي من المطبخ المصري من المطبخ العالمي من المطبخ العربي إحنا عندنا المأكلات اللي هي والسيفود إذا كان سمك بوري ولا بورتي اللي بنصدره للعالم كله إحنا هنعمل النهاردة البوري صيادية وليسا مو بوري صيادية أو صنية صيادية مع البطاطس لأن دي أكلة الصياد طبعاً على المركب بتاعه هو يملك البصل والتوم والطماطم فكل ده مع بعضه في قلب الحلة عشان كده سموها صيادية هنعملوا النهاردة على طريقتي هتعجبكم إن شاء الله وأنا هدخل معها البطاطس أنا بقى من عشاق البطاطس اللي هي بتجور السمك ومن جور السعيد يسعد معنا النهاردة جنباري لح هنعمل النهاردة الكفتة البور سعيدية أخواننا ببور سعيد الأبطال الستات طبعاً الطيبين والأمهات بقولهم تحية كبيرة من مزبير وكلساء والطيبين وأمهات الأبطال وأمهات الشهداء وكمان رجال البور سعيد هنعمل النهاردة الكفتة على طريقكم وشوفوني صحة ولا غلط وتواصلوا معايا من خلال شاشة القناة الأولى هشوفها عاملها النهاردة مع بعض إزاي ولهات ركاية اللي هي الرز المطحول يعني هي قريبة كفتة الرز أو كفتة اللحمة الجملي بنتعمها يعني نفس المدرسة هنعملها مع بعض النهاردة معانا عدل الأكل بتاعنا ده شوية رز مفالفل الرز المفالفل مع المغازل هو طعم تاني الحبهان وورق اللورة والقرونفل اللي حاجات الجميلة الحلوة اللي بتدي طعم لازم إن احنا نتعامل معها بحساسية شوية لأن نسبة تسويت الرز بتاخد وقت قليل جداً فعشان أخذ الفليفر ده صعب فشوفونا هعمل إيه النهاردة الرز المفالفل على طريقتي بزيت الزيتون أو بزيت أي نوع من الزيوت يفيش أي مشكلة هيعجبكم إن شاء الله وهو عدل أكلة السمك الطبيعي على السفرة بيكون فيه عصير أو مشروب يساعد على الهض إحنا الأطفال بنحبه الشباب الطبيعي أنا هعمل النهاردة عصير في رش عصير الكنتالوب بالنعناع هنشوف نعمله مع بعض إزاي هيتضاف للمون ونعناع وإحنا طبعاً عارفين كلنا اللمون مع نعناع بيساعد على الهض حلقات النهاردة فقط تفاصيل كتير فهم معلومة غير معلومة هنخترق المطبخ البورسعيدي ونعمل الكفتة البورسعيدية اللي هي كفتة الجنبري وعايز اتصالات من بورسعيد كتير على شاشة القناة الأولى علشان نشوف الشي في شغال صح ولا غلط وما فيش مشكلة لما نتناقش مع بعض ونسمع وصفة لطريقة عمل الكفتة الجنبري البورسعيدية من ست مصرية أصيلة من بورسعيد أوه تروحوا بعيد تابعوني بعد الفاصل الرز المفال في اللي أنا بعمله أنا دايماً لما بيكون في رز مصري أو رز أبيض بيطلع بيجاهز عشان أوفر من الوقت أنا حبيت أعمل الرز مع حضراتكم النهاردة على طريقتي هيجبكم إن شاء الله حطيت معلقتين من الزيت حطيت الورقة اللورة والحبهان وعود رز ماري وقلبت كده الرز هوت وديله تقليبة لغاية لما يشرب شوية الزيت اللي أنا حطيتهم مع البهرات أنا هنا بقى إيه زي ما قالت السيت المكلسوم وأواصلكم الخطواتي يمشي ملك كان يعني أنا عندي شربة متغزية فيها فليفر السمك وفيها البوكي جرنيو والطعم الحلو ليه أستخدم مكسبات طعم ملاش عوزة مش عارف يعني ممكن إيها حلوة ممكن مش حلوة ماركونة مش ماركونة طريق صلاحية وها كزا أنا عندي أول زي الفل بحط شوية الملح التوي وعند الشربة بتغلع النار مع أحاضر عيني السمكة الكبيرة دي للراجل الطيب اللي اتصل طبعا عشان نشتغل منها دي نعمل منها قبن بوفي نعمل منها صنية بالبطاطس نعمل منها كفتة نعمل منها بنيه نعمل منها مشوي وإحنا شغالين مع بعض العب يا سمك أوه 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 الرز أوه استوى الرز آه آه خلاص أنا حبيت أحط الرز على النار كده عشان أكسب وقت أنا هتدنى حط ميا يا فارول غاية لما تقول لي ارفع إيدك أنت مصري أوه 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 هزة 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 أوه بس خلاص إيه عيار الرز عم الشيف الشيف ليه مش بيكتب عيار هو ده الكلام ولازم أتكلم عن نقطة دي حالو أوه دايما الرز المصري بالذات بتاعنا غاني بالنشويات بالكربادرات أنت لو غسلتيه وحتطيه في مياه كده بتأذيه لما تسلويه هيجعجل منك لو أنت ست الشيفات كلها الرز تخسليه تصفه ميته مباشرة وتخليه على جنب زي ما كان معي دلوقتي تفلفلها على النار بمعلقة زيت وعدك شربك تغلق شربة فراخ شربة كوارع شربة لحمة شربة سبك أي أن كان بتقليب الرز آه بيغلق جيب يقولي كده فورسان التلفزيون المصري الرز المصري بفلفل آه ستوا ده الرز بيقعد معي نص ساعة مغازة وكسة وتحطوله يا زبدة ولاية حاجة سبيه زي بهوا أول الرز ما تنشف ميته يا أختي يا أمي يا خالتي يا عميتي بمية مغلية وط النار تحت منه يعني أسر النار آه عشان ناكل شوية الرز حلوين مع سمكة اللي إيه البوري اللي في الفرد يلا شوية الرز المفلفلين واخدين من طعم السمك إيه الجمال والحلاوة دي هتسيبي السمك وتاكل الرز لأن الرز ده معمول بشربة السمك آه آه إيه الحاجات اللي في الرز دي ورق لورو أودروز ماري حبهان قرونفل آه ناهم ناكل الرز بلو طعم آه وكلكم يا مغازي وروس السمكة اللي إنت غالتها في المية مع البوكي جرني ده كوم ألفانة وشفا كل عام وحضراتكم بخير داخل علينا الشهر الكريم عاز أطمن حضراتكم معنا فريق عمل قوي جدا كل يوم اجتماعات علشان نطلع بشكل ياليك بالقناة الأولى كالعادة من التلفزيون المصري من ماس بيرو علشان في رمضان إن شاء الله لنا مفاجآت أوقعت روح بعيد وأنا خلصت رؤية فاند إبداع كل يوم على شاشة القناة الأولى والفضائر المصرية من هنا يا شيف من ماس بيرو ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر